المشروع ده مفروض ان انت عندك ثلاث كتل الكتلة دي اللي انت بتقولها اشتغل عليها سكني انا مش بشتغل سكني هنا خلاص انا عملت ده سكني بخليه هنا بره الاندور ده انا بقى بتحكم فيه حاجات تانية خدمات تانية للطلبة لكن مش بشتغل سكني بره وجوه تمام فانت بتفرش السكني بتاعك على الايه الاطار الخارجي مش شرط ابرز السكني البرا هتقول طيب الوحدات مش مكفية عايز تخلي الكتلة مفروضة اكتر من كده تمام مش عارف لا خلاصي بقى هطلع بروزات خارجي برضو نقطة الزوايا بقى كده عليها تاني خدوا بالك يا جماعة عشان انتو بتحطوا السكني يعني مش مشكلة بقى الحاجات اللي بتطلع بينهم او يعني الموضوع مش ان انا بسكن بالكاد كوبي باست كده ها لا لا مش كده انا براعي جدا الحاجات اللي بين اليونتس وبعضها وباخد بالي الحاجات الصغرى دي بتتحل ازاي وزاواياها عاملة ازاي فانت افضل شكل لك ان انت تاخد الكتل كده احنا مفروض كنا ايلين ان ان ده هتشتغل تقريبا حاجات برضو فكرة المضلعات ديت يعني هو اعرب شكل لك تاخد الحاجات دي مبسطة تقدر تشتغل عليها اسرع شوية اه بس ناخد بالنا من حل الاوتلاين الخارجي دوت انا عايزة اللي جوه ده يبقى كل بلادفورم ويعني حاجات كلها للطلبة اه وكمان نحل الجزء اللي في النص ده ها اللي هو بين اللي هو يعني الطلب اللي هو اللي بيقاهل بقى الناس يعني بلادفورم اللي جوه والاوت دور اللي بره في بلادفورم جوه في اوت دور بره الاتنين دول ايه لازم كلهم يبقوا ايه يعملوا لي شكل كده حلو ويبقى كمان هيبقى اه ليه حلول كتير يعني هحط في عناصر تانية كتير في اه تجمعات في اماكن خضرة ها في اه ممرات حركة اه الحاجات دي هي اللي هتحدد الايه يعني كل ده كأن ده تخطيط شوية تخطيط المنطقة اللي في النص دي فدامش بيتساب طبعا فاضي في كل ده هنشتغل فيه مع بعض ايه يعني السكني كمان يتحل كله مع بعض انت عندك لو الكتلة دي سكني والكتلة دي سكني ويكافه معاكل البح Laur ohk а وهو ده يبقى الاداري والترفيه بقى انا كده جمعت كله هنا في زون بالاداري والترفيه والسكني اداري والترفيه في زون والسكني هنا في الزون ده تمام ما كفيش هيبقى اخد السري الطايب السكني هنا واخد كتلة كمان بره ترد عليهم كده الجزء اللي هو الايه? الجزء اللي هو الاداري مع الترفيهي مسالي. تمام? فكده يبقى انا ايه? حطيت اه الاربع كتل بتوعي موفين جدا للعناصر اللي انا محتاجة في مشروع التخرج.